ومن العناوين الى التفاصيل حيث احتفلت القوى السياسية بنجاح الانتخابات البرلمانية واكتمال خريطة الطريق حيث نظم الاحتفالية طيار الاستقلال برئاسة المستشار احمد الفضالي من جانب قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد ان الشعب صبر لعقود طويلة على الظلم والفقر والفساد لكن عبقرية المصريين اطاحت بالاخوان في 12 شهرا وتمكن من اكتثاث جذور الجماعة الارهابية في مصر احتفالية كبرى بمناسبة انتهاء الاستحقاق الثالث وانجاز خارطة الطريق بنجاح تحت شعار مبروك لمصر بمشاركة القوى السياسية وقادة الاحزاب الممثلة في البرلمان ورموز النواب المستقلين وعدد من الاعلاميين والوزراء والشخصيات العامة تحية لشعب مصر الذي استطاع ان يفي بما وعا استطاع ان ينجز الخطوات الثلاث من خارطة الطريق نجح في كل خطوة من الخطوات الثلاث وكانت الخطوة الخاتمة هي اختيار نواب الأمة فكانت انتخابات يشهد لها الجميع لم تشهد عنفا أو دماءا أو أمورا كنا نشهدها في كل الانتخابات الماضية وكان حضرات النواب المحترمين الذين تم انتخابهم ليطولوا سفينة الوطن مع ربانها لسنوات الخمس قادمة الهدف من الاحتفالية هو ارسال رسالة للعالم عن حقيقة الوضع في مصر ونقل لكل ما انجزه الشعب المصري منذ ثورة الثلاثين يونيو وحتى الآن النهاردة بنحتفل بان احنا رئيس سيسي كان صادق مع مصر في اللي قاله لاستحقاق التالت هتم بحيادية ونزاهة وشفافية من الدولة ان مصر في مصرها الطبيعي حاليا وحتبدأ من الان مصر الجديدة في الصاعد عشان يقبى فيه برلمان قدامنا يقدر يعبر عن مشاكل مصر بأكملها الشعب المصري يعلق امالا كبيرة على هذا البرلمان في تحقيق امال وطموحات شعب مصر التي عبر عنها عبر صورتيه 25 يناير و30 يونيو هناك دستور جديد كما رأينا لكن هناك تشريعات كثيرة ينبغي اجراء تعديلات عاجلة فيها لكي تتواكب مع احكام هذا الدستور الجديد كما شهدت الاحتفالية تكريم للأحزاب التي شاركت في الاستحقاق الثالث والممثلة في البرلمان وشمل التكريم ايضا رؤساء وممثلي مؤسسات الدولة التي اشرفت على العملية الانتخابية عمر عبد الحميد الحياة الان